لو بطاقتك التموينية وقفت الحكومة عاملالك مفاجأة ناس كتير بطاقتها التموينية وقفت خلال الفترة الأخيرة وبدأوا في إجراءات تقديم شكوى لوزارة التموين عشان البطاقة ترجع تشتغل تاني ويصرفوا عايش وتموين عشان كده وزارة التموين زفة بشرة صار اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن عن إعادة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء وده هيكون اعتبارا من النهاردة 1 نوفمبر 2024 وده بيجي البطاقات لتوقفت خلال شهر أكتوبر الوزير قال كمان أن القرار ده بيجي في إطار حرص الوزارة على تلبيت احتياجات المواطنين الأساسية وتقديم خدمات بأعلى جودة لتحسين مستوى مع عشتهم كمان أكد على استمرار إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة الطيار الكهربائي تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ولضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة عشان كده طلعت دكتور عمر مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي وقال أن الوزارة عملت رصد لفئات من المواطنين اللي بيستخدموا عددات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية بدون الحصول على الكهرباء بطرق غير شرعية وقررت تعيد تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات اعتبارا من النهاردة مدكور أكد كمان أن الوزارة مستمرة في إقاف الدعم عن المتورطين في سرقة الطيار الكهربائي لحين صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم وأن وزارة التموين بتهتم بشكل كبير بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا علشان تضمن عدم تعطل أي خدمة تموينية مستحقة وتحقق كمان معادلة تحسين جودة الخدمات التموينية وتعزيز ثقة المواطن في الدولة